لغة عربية المرحلة الثانية لرياض الأطفال حرف الجيم النهاردة عندنا حرف جديد من حروف اللغة العربية هو حرف جيم جيم حرف الجيم زي ما احنا عارفين انه عنده شكلين الجيم منفصل لما يكون واقف لوحده والجيم المتصلة لما تكون مع أصحابها وتكون كلمة عندنا كمان الحركات الأربعة هم مين؟ الفتحة والكسرة والضمة والسكون هيعملوا ايه؟ هيغيروا صوت حرف الجيم بس المرة دي وإحنا بنكتب كلمات يلا بينا هنبدأ نكتب كلمات بتبدأ بحرف الجيم أول كلمة عندنا هي كلمة جا جا زا ر لازم نتعلم ان احنا نقرأ حرف حرف ونكتب حرف حرف أول حرف عندنا هو حرف الجيم عشان نكتب الجيم هيكون ايه؟ منفصل؟ يعني واقف لوحده زي بأصحابه اللي وراه ولا هيفرد ايده ويكون كلمة؟ برافو عليكم هيفرد ايده ويكون كلمة يعني هنكتب الجيم المتصلة أول حاجة نقطة البداية زي ما احنا عارفين بس النقطة البداية فوق السطر شوية فوق السطر شوية وهنعمل ايه؟ خط مائل للأمام خط مائل للأمام وأول ما ييجي عند السطر هيفرد ايده وبعدين هنحط ايه؟ نقطة شطرين لازم نحط نقطة علشان احنا بنقول حرف الجيم طيب وكمان احنا قلنا ايه؟ جيم فتحة يعني صوته جا نفتح بقنا جا يبقى الجيم عليها فتحة جا طيب بعد الجا جا ز حرف ايه ده؟ برافو حرف ازاي حرف ازاي؟ سنة صغيرة وتجري تحت السطر وفوق رسها ايه؟ نقطة جا زا ر حرف الرا هو كمان سنة صغيرة ويجري ايه ده؟ هو ليه حرف ازاي؟ وحرف الرا مش مسكن في بعض وليه ازاي مش فردق ديها؟ علشان الحرفين ازاي والرا من حروف القطع بعد ما كتبنا كلمة جاظر دلوقتي هنعمل حلل يعني ايه حلل الكلمة؟ يعني كل حرف من الحروف اللي في الكلمة هتسيب ايد اصحابها زينا كده لما نروح البيت بنروح لوحدنا ونقول لأصحابنا باي باي كمان الحروف هتسيب ايد اصحابها وتقف على السرير بتاعها او السطر السغير بتاعها لوحدها اول حرف من الحروف في الكلمة هو حرف الجيم حرف الجيم هنكتبه منفصل واقف لوحده نط نط قريبة من السطر رسم شرطة ونصف دائرة كبيرة بواها نقطة حرف الجيم المنفصل بعد الجيم عالسطر التاني هنكتب حرف ازاي ازاي سنة صغيرة واقفة عالسط وتجري تحت السطر وفق رسها نقطة واحنا عارفين ان الزاي من الحروف اللي عندها شكل واحد فقط بعد الزاي عندنا الراء سنة صغيرة واقفة على السطر وتجري تتزحلق تحت السطر وحرف الراء من الحروف اللي عندها شكل واحد فقط جيم زاي راء كلمة جزر اتنى كلمة من الكلمات اللي بتبدأ بحرف الجيم هي كلمة جي جيبال كلمة جيبال يعني ايه؟ يعني جبل وجبل وجبل لما بيكونوا كتير بنسميهم جيبال يلا بنا نمسك القلن في اليد بتاعتنا ونبدأ اول حرف عندنا في الكلمة هو حرف الجيم حرف الجيم ماينفعش يكون منفصل عشان في اول الكلمة لازم يفرد ايده ويساعد اصحابه في تكوين الكلمة حرف الجيم المتصل هنعمل نقطة البداية قريبة من السطر والخط المائل للامام تفرد ايديها على السطر وتحتيها نقطة حرف الجيم عنده من الحركات كسرة والكسرة بتكون تحت الحرف حرف الجيم عنده كسرة يبقى صوته جي جيب ب ب ده صوت حرف الباء حرف الباء في منتصف الكلمة هيكون منفصل؟ لأ لازم يساعد اصحابه يعني هيفرد ايده هنعمل سنة صغيرة واقفة على السطر تفرد ايديها وتحتيها نقطة جيبا ده صوت حرف ايه لبعد الباء ده صوت حرف الالف هنطلع بحرف الالف عصاية واقفة على السطر جيبا حرف الالف هنا بنسميه حرف المت بنسميه حرف المت ونخلي الحرف اللي قابليه اسمه الحرف الممدود الحرف اللي قابليه بيبقى اسمه الحرف الممدود نسمع كده صوت الباء مع الالف جيبا سمعين الباء صوتها ممدود؟ يعني صوتها قوي جدا وطويل جبال طب فين الهمزة؟ ليه الالف مش عليها همزة؟ علشان المد بالالف بيقول للهمزة لأ أ بيقول للهمزة لأ أ بعد ما كتبنا الالف المد عندنا حرف كمان في الكلمة هو حرف جبال ناقص حرف اللام طيب حرف الالف هيفرد ايده ويمسك في اللام؟ لأ علشان هو من حروف القطع وحروف القطع بتقول مش بنفرد ايدينا للحرف اللي جاي بعدنا يبقى حرف اللام هيعمل ايه؟ هيسيب مسافة صغيرة ما بين الالف وما بين اللام وهنعمل عصايا طويلة وقفة على السطر وتلف تحت السطر وتطلع وتقول أنا جيت كتبنا كلمة جبال يلا بينا نحلل وقلنا يعني ايه حلل؟ يعني كل حرف من الحروف اللي في الكلمة هتسيب ايد اصحابها وتقول لهم باي باي هتروح بتها وتنام على سريرها وتقف على السطر لوحدها اول حرف عندنا حرف الجيم نط نطة قريبة من السطر رسم شرطة ونصف دائرة كبيرة بتلف تحت السطر وجواها نقطة بعد الجيم عندنا ايه؟ حرف الباق حرف الباق هيقف لوحده على السطر بتاعه يبقى سنة صغيرة واقف على السطر تفرد ايديها وتطلع سنة كمان وتحتيها نقطة بعد الباق عندنا الالف طب الالف هنا هننزله ازاي؟ هننزله حرف الالف المد حرف الالف المد يعني هنعمل عصايا وأقف على السطر طب الهمزة راحت فين؟ احنا قلنا ان حرف الالف المد بيقول الهمزة لأ بيقول الهمزة لأ بعد ما كتبنا الالف المد ناقص اخر حرف هو حرف اللام اللام عصاية طويلة وقفة على الصطف تلف تحت الصطف وتقول أنا جيت جيم باق ألف مد لام كلمة جيبال لتكلمة من الكلمات اللي بتبدأ بحرف الجيم هي كلمة جو جندي جندي الجندي هو اللي بيدافع عن بلدنا وبيدافع عن ننا يلا بنا نمثق القلم وزي ما احنا عارفين ان حرف الجيم في اول الكلمة هيكون متصل نقطة البداية القريبة من الصطف خط المائل يفرد ايده وتحته نقطة وعنده ايه من الحركات؟ عنده ضمة والضمة بتكون فوق الحرف وهي شبه حرف الواو دائرة صغيرة وتجري حرف الجيم عليه ضمة صوته جو جنن ده صوت حرف النون حرف النون في منتصف الكلمة يعني في حروف هتيجي وراه هيكون ايه؟ هيكون متصل سنة صغيرة واقفة على السطر يفرد ايده وفق راسه نقطة جن ده 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 بعد حرف النون عندنا حرف الدال جن ده 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 حرف الدال حرف الدال من حروف القطع يعني عندها شكل واحد فقط والحرف اللي قبلها هو اللي فارد ايده لها ومثكها حرف الدال عشان نكتبه نعمل نقطة البداية قريبة من الصطف ويلف لقدام نلف شوية لقدام ويمشي شوية ظننا على السطر حرف الدال جن دي بعد الدال عندنا حرف الياء حرف الياء هيكتب ازاي منفصل ولا هنكتبه ازاي متصل هنكتبه منفصل عشان هو في نهاية الكلمة طب حرف الدال هيفرد ايده للياء لأ علشان من حروف القطع حرف الدال الياء هنسيم مسافة صغيرة ما بين الدال والياء نعمل نصف دائرة صغيرة قريبة من الصطر مش وقفة عليه ونلف بيها لقدام وتلف تحت الصطر وتطلع تقول انا جيت وعندها تحت كم نقطة واحد اثنان كلمة جن دي طب يلا بينا نحلل وإحنا عارفين يعني ايه نحلل يعني كل حرف من الحروف هيسيب اصحابه بيقول لهم باي باي وهيقف على صطر صغير لوحده اول حاجة حرف الجيم نط نطة رسم شرطة ونصف دائرة كبيرة بتلف تحت الصطر وجبواها نقطة بعد الجيم حرف النون نون لما هنكتبه منفصل سنة صغيرة سنة صغيرة وقفة على الصطر تلف تحت الصطر وتيجي تاني تسنة كمان وفق رسها ايه نقطة ده النون المنفصل بعد النون حرف الدال وإحنا قلنا ان حرف الدال عنده شكل واحد فقط نقطة البداية ويلف الأدام ويمشي شوية صغيرة على الصطر بعد الدال عندنا حرف الياء حرف الياء في آخر الكلمة وهنزله بشكله وهو منفصل نصف دائرة صغيرة قريبة من الصطر نطلع بيها الأدام وتلف تحت الصطر وتقول أنا جيد وعندها تحتيها نقطتين واحد اثنين آخر كلمة من الكلمات اللي فيها حرف الجيم هي كلمة رجل كلمة رجل حرف الراء في أول الكلمة نمسك القلم حرف الراء في أول الكلمة هو من حروف القطع وهو عنده شكل واحد فقط حرف الراء سنة صغيرة وقفة على الصطر وتجري تتدحلق كده تحت الصطر وعندها شيء من الحركات الراء عندها كسرة ري 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 ج ج حرف اي ده؟ حرف الجيم حرف الجيم هيكون متصل عشان فيه حرف لسه هييجي وراه حرف الجيم المتصل هيعمل نقطة البداية والخط المائل ويفرد ايده وتحته نقطة ري جاه طب والجيم عندها ايه من الحركات؟ الجيم المراتي عندها آخر حركة من الحركات حركة السكون السكون دائرة صغيرة بتبقى موجودة فوق الحرف حركة السكون بتحرفي دايما عايز ينام زي سكون الليل والدنيا هدوء وعايز ينام بيبقى صوته ضعيف مش قادر صوت حرف الجيم جه صوت حرف الجيم جه فالحروف كلها قالت احنا هنتفق لو عندنا حرف عليه سكون مش هيجي في اول الكلمة هنجيب حرف قبليه علشان يصحصحه كده ويقول له قوم يلا انت شاطر يلا معايا ري جه ري جه ل حرف ايه لبعد الجيم حرف اللام حرف اللام الجيم فردق دي طب واللام في اخر الكلمة هيكون منفصل عشان محدش وراه عصايا طويلة عصايا طويلة نلف بيها تحت الصد وتقول انا جيد كلمة رجل كلمة رجل يلا نحلل الكلمة زي ما احنا عارفين نحلل يعني كل حرف من الحروف اللي في الكلمة هتسيب ايد اصحابها وتروح بيتها وتنام على سريرها اول حرف عندنا حرف الراء واحنا قلنا ان حرف الراء عنده شكل واحد فقط سنة صغيرة واقفة على الصد وتجري تحت الصدر حرف الجيم نط نط قريبة رسم شرطة ونصف دائرة كبيرة تلف تحت الصد وجواها نقطة وحرف اللام دي اخر الكلمة هو نازل منفصل يبقى حرف اللام عصايا طويلة نلفت بيها تحت الصد وتقول انا جيت كلمة رجل راء جيم لام الى اللقاء حبيبي في حرف جديد من حروف اللغة العربية